هل سيد عبير الموسي في حالة احتجاز غير قانوني الآن؟ يقول لك الوكيل العام لمحكمة الاستناف لا علم له لا نخذ بصفة عامة الوكيل العام لا علم له رئيس فرع المحامين في راتب تونس لا علم له طبعا أنا عندي ثقة في زميلي وفي الأحديث انتعه لكن الوكيل العام من حقه الرد على خاطر هذا إذا الوكيل العام صرح بأنه لا علم له تقول المسألة معناها تقول المسألة فهى تدقيق نظر على خاطر هنا فهم مبدأ كبير اللي هو وحدة النيابة العمومية النيابة العمومية واحدة من وزيرة العدل إلى آخر مساعد وكي جمهورية وبالتالي معناها إذا الكلام هذا اصدر على الوكيل العام سي لدب وأنا لا أعتقد أنه يصدر عنه لأنه من الجرين مش يصرح أمام المحامين أنه لا علم له بموضوع كما الموضوع هذا وأنا نعتبر حتى مجالس بالأمانات قال اسمعت أعلاميا أنه استيبناف العريبي قال أنه سيده لكل عام أنا ناخد كلام كلام زميلي على محمل الصدق ولكن أعتقد أنه يزم توضيح من الوكيلة العامة لتونس وأنا أدعوكم حتى أنتم أنكم تتوضحوا المسألة بالنسبة إجرائيا الفاصل 46 واضح لا يمكن لباحث البداية أن يستمع إلى المحام هذا واضح في حالة التلبس يقوم بجميع الإجراءات ولكن لا يمكنه السماع ويجب أن الوكيل العام يكون على علم الوكيل العام يجب أن يكون على علم لأنه جهة الإحالة لأن جهة الإحالة هي الوكالة العامة وليست وكالة الجمهورية بالنص هذا طبعا أنا شوف هذا مطعن جيد يمكن على أساسه معناها كل الملف يختلف وبالتالي أنا أدعو الزملاء المحامين اللي دافعوا اللي دافعوا على على سيدة عبير موسي أنهم من بين مطعنهم يكون الموضوع هذا في الجانب الآخر كذلك وهذا مش الجانب الإجرائي أو القانوني لأنه ما يزمناش زادا نحطوها كان في الزاوية هذه المسألة أنه أعتقد أنه هذه الحالة اللي أصبحت شبه هستيرية للسيدة عبير موسي في كل المواقع وفي كل والأماكن والآن معناها حتى في مؤسسة رئاسة الجمهورية بغض النظر يسكن القصر هذا قيس سعيدة وغير قيس سعيد والتصوير أين يمنع التصوير والقيام بتلك الحركات اللي تعودنا علىها منذ البرلمان السابق إلى حد اليوم أنا أعتقد هذا يلزم يلزم النظر له بشكل موضوعي أنا أتمنى أن تكون كل إجراءات سليمة أتمنى لسيدة عبير موسي كل السلامة وأتمنى لها كافة الحرية وكامل الحرية وهذا حقها ولكن كذلك أنا أعتقد أسلوب الاستفزاز والاختحام والعياط والفولكلور هذا وساعاتي لحد البلطج أعتقد أنه يلزم يتم وراجعته كذلك ووضع حفتي سليمة